ايضا في قطاع السياحة وهنا لو نخب بنا انا بتكلم قطاعات مهمة جدا للدولة المصرية قطاع الصناعة ومدى كلنا يعني ايماننا باهميته وايضا قطاع السياحة هناك يعني اجتماعات كبيرة جدا لتحقيق المستهدف بالوصول ل30 مليون سائح في لغاية سنة 2030 والنهاردة ان احنا ازاي نضاعف الغرف الفندقية وكان في اجتماع مهم جدا مع السيد وزير السياحة وزير الاسكان ووزير الاستثمار والنهاردة حطين خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع وكان هناك زيارة هذا الاسبوع لمنطقة الاهرامات وهضبت الاهرامات لتطوير الهضبة وتحسين الزيارة اللي بيقوم بها السياح لمنطقة الاهرامات المنطقة الاهرامات دي من اعظم المناطق الاسرية على مستوى العالم اذا ما كانتش اعظمها ولكن يعني الحقيقة بيصلنا ان تجربة السائح بتبقى في هذه المنطقة احيانا مش تجربة مرضية من خلال سبب بعض المشاكل نقشنا هذه المشاكل وتم التوجيه للسيد وزير السياحة مع محافظة الجيزة ان هما يتحركوا بصورة عاجلة جدا 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 لحل هذه المشكلة علشان نرفع من كفاءة عملية الزيارة والانتباع يبقى انتباع ايجابي لكل السياح في هذا الشأن سوف اشتركوا في القناة